أهلاً أحبائنا مشاهدينا في كل مكان المسيح حي القبر فارغ كما قالت الملائكة للنسوة لماذا تطلبنا الحي بين الأموات ليس هو هاهنا لكنه قام أنا عشت في الأراضي المقدسة وسكنت في مدينة القدس لمدة ست سنوات وكنت بروح كثير على القبر المقدس وبشوف مئات الألاف من السياح من كل العالم بيجوا حتى يتفرجوا على القبر المقدس ومكان قيامة يسوع المسيح ولكن العبارة الصريحة والواضحة المسيح ليس في القبر لم يدع يرى طقيه فساداً فقام المسيح من بين الأموال وبالحقيقة أن التلميذ اتكلموا بكل جرأة بكل جهارة عن هذا الموضوع الرسول بطرس بيقول هذا أخذتموه مسلماً بمشورة الله المحتومة وعلمه السابق وبأيدي أثم صلبتموه وقتلتموه الذي أقامه الله ناقداً أو جاع الموت إذ لم يكن ممكناً أن يمسك منه بعدين بكم البقول سبق فرأى وتكلم عن قيامة المسيح أنه لم تترك نفسه في الهاوية ولا رأى جسده فساداً فيسوع هذا أقامه الله ونحن جميعاً شهود لذلك مرتان في أعمال الرسل إصحاح الثلاثة يقول ولكن أنتم أنكرتم القدوس لاحظ التعبير لم يكن القديس القدوس هذه صفة الله البار وطلبتم أن يوهب لكم رجل قاتل ورئيس الحياة قتلتموه الذي أقامه الله من الأموات ونحن شهود لذلك وطبعاً هذه كانت رسالة التلميذ ودفعوا ثمن باهز جداً بسبب هذه الرسالة فإذن واحد من البرهين العظيمة جداً هو القبر الفارغ ثم صمت الأعداء ثم أين الجسد تعرف حبائي لما كان يتكلم الرسل وبفترة مش يعني يوم الخمسين حل امتلأوا من الروح القدس وعلى طول ابتدأت الخدمة في الهيكل وثلاث تلاف شخص آمن بالرب يسوع المسيح كان أبسط شيء ممكن اليهود يجوا يقولوا أنه الجسد موجود في هذا المكان أو ممكن الرومان يجوا يقولوا لا الجسد موجود في هذا المكان وهذا هو الدليل وخلاص قضوا على الفكرة الأساسية من مهدها لكن لاحظوا أنه حرست زلزلة وكان نور عظيم جدا وملاك دحرج الحجر وجلس على الحجر الحراس ارتعبوا من الخوف كانوا كأموات بعدين لما راحوا لرؤساء الكهني قالوا قولوا أن الجسد هي هاي النظرية الفازدة الأولى سرقة الجسد قولوا أنه جسد المسيح اتصرق طيب كيف اتصرق أنه شفنا التلميذ يعني ونحن نيام جاء التلميذ وصرقوا الجسد ونحن نيام كيف عرفتم أنت نيام أنه التلميذ اللي جاءوا صرقوا الجسد طبعا في معضلات كثيرة التلميذ كانوا خايفين مرتعدين ومرتعبين ثم الحجر كان عظيم وطلبوا أنه يوضع الختم الروماني يعني النسر الروماني مشمع على القبر ممنوع يكسر ثم ختم الوالي اللي هو بلاطوس البنطي ثم حطوا حراسه يعني نوبة بالحراسة بيتناوبوا أحدهم عن الآخر فإذا استحالت سرقة الجسد ثم لما دحرج الحجر وركض بطرس ويحنى إلى القبر يحنى وقف من عند الباب لأنه كانت الحجرة حجرتين الحجرة الأولى مكان الكفن والحجرة الثانية وين بيحطوا الجسد لما نظر شاف أنه الأكفان ما فيش فيها جسد بس مكانها يعني هبطت يعني زي شيء نزل إلى الأسفل الجسد انسحب انسل من الأكفان وطبعا لما بطرس وصل دخل لجوة وبعدين فات يحنى شافوا المنديل موضوع جانبا مرتب يعني والجسد منسل من الكفن يعني الكفن موجود مكانه بس ما فيش جسد ولما بيكون في جسد بيكون طبعا معبة ولكن لما بروح الجسد بيهبط الكفن مكتوب عن يحنى رأى وآمن فالسؤال أين جسد يسوع المسيح القبر فارغ وحاولوا بكل شتى الوسائل انه ينشروا هذه البدع المزيفة والهرتقات المزيفة عن سرقة الجسد لكن استحالي يعني لو قلنا انه سرق برهنة سرقة الجسد أعظم بكثير من عدم برهانه فإذا الفكرة واضحة ليس هو ها هنا القبر فارغ المسيح حي وقام من بين الأموات وهو حي إلى أبد الآبدين وظهر للتلميذ صمت الأعداء انه لم يستطيعوا ان يضحضوا فكرة القيامة من بدايتها والتغير الجذري اللي حدث في حياة التلميذ كان برهان واضح انه المسيح حي وعاوز أقول لكل واحد بشاهدني المسيح حي فيك في هذه اللحظة مكتوب لأنك إن اعترفت بفمك بالرب يسوع وآمنت بقلبك أن الله أقامه من الأموات خلاص لأن القلب يؤمن به للبر والفم يعترف به للخلاص مكتوب عنه أسلم من أجل خطيانا وأقيم لأجل تبريرنا نحصل على التبرير الكامل الله بينظر إليك وكأنك لم تفعل خطيئة من خلال ما فعله يسوع المسيح هزم القبر هزم الموت وقام من الأموات حتى أنت وأنا يكون لنا حياة أبدية فشو رأيك اليوم تقول له يا رب زيد إيماني عمق إيماني حتى أفهم هذه الحقيقة المهمة ليس هو ها هنا لكنه قام القبر فارغ يسوع المسيح حي وهو على باب قلبك يقرع افتح قلبك ليسوع المسيح سلم حياتك وآمن بالرب يسوع المسيح فتخلص في هذه اللحظة ربنا يباركك وإذا الرب أكلمك كون شريك معنا في الخدمة اعمل شير على هذا الفيديو ربنا يكون معك